موسيقى المورد الرابع والثلاثون الكامل جزء عاشر في صفحة ثلاثمائة وثلاثة عشر ثم دخلت سنة خمسة عشرة وستمائة سنة ستمائة وخمسة عشر هجري فيها أولا ذكر وفاة الملك القاهر وولاية ابنه نور الدين وما كان من الفتن بسبب موته إلى أن استقرت الأمور قال ابن الأثير في هذه السنة توفي الملك القاهر عز الدين مسعود بن أرسلان شاه بن مسعود بن مودود بن زنكي بن أقصنقر صاحب الموصل وكان السبب موته الحمى مع قيء كثير وكرب شديد وقلق متتابع ثم برد بدنه وعرق وبقي كذلك إلى وسط الليل ثم توفي ولما حضرته الوفاء أوصى بالملك لولده الأكبر نور الدين أرسلان شاه الملك القاهر يوصي إلى نور الدين إلى أبنه نور الدين يقول وعمره حين إذ نحو عشر سنين إذن يحتاج إلى وصي من الوصي عربي أو مملوكي أعجمي يقول وجعل الوصي عليه والمدبر لدولته بدر الدين لؤلؤ وهو الذي كان يتولى دولة القاهر إذن هذا لؤلؤ هو الذي يتولى هو الولي هو الحاكم هو المنفذ هو المسيطر على دولة القاهر فكيف على دولة ابن القاهر الصبي يقول وهو الذي أي لؤلؤ هو الذي كان يتولى دولة القاهر ودولة أبيه نور الدين قبله إذن هذا لؤلؤ كان هو الحاكم وهو المسيطر في دولة نور الدين وفي دولة ابنه القاهر في سلطنة نور الدين زنكي وفي سلطنة القاهر ابن نور الدين الزنكي وبالأولى سيكون هو المسيطر في دولة ملك وسلطنة الصبي ابن القاهر يقول وهو الذي كان يتولى دولة القاهر ودولة أبيه نور الدين قبله وقد تقدم من أخباره ما يعرف به محله وسيرد منها أيضا ما يزيد الناظرة بصيرة فيه وأيضا نحن سنتطرق إلى لؤلؤ إلى بدر الدين إلى البدري وأسكر البدري ونهج البدري وسلطة البدري وغرائب وعجائب البدري بالمقارنة مع غرائب وعجائب التيمي سنرى هذا فلما قضى نحبه من الذي قضى نحبه فلما قضى القاهر نحبه فلما قضى القاهر نحبه قام بدر الدين بأمر نور الدين الصبي وأجلسه في مملكة أبيه وأرسل إلى الخليفة يطلب له التقليد والتشريف أي إلى الخليفة في بغداد وأرسل إلى الملوك وأصحاب الأطراف المجاورين لهم يطلب منهم تجديد العهد لنور الدين على القاعدة التي كانت بينهم وبين أبيه فلم يصبح ألا وقد فرغ من كل ما يحتاج إليه وجلس للعزاء وحلف الجندة والرعاية طبعا حلف هؤلاء وهؤلاء سلاطين من الفسقة من الفجرة ممن يرتكب المحرمات إذن كيف يلتزمون بهذا العهد كيف يكون هذا الحلف تام من وعلى أي قاعدة يصحح هذا الأيمان وهذا الحلف طبعا ما دام يوجد أئمة التيمية أئمة المارقة ما دام يوجد ابن تيمية وأمثال ابن تيمية طبعا يمشي ويسري هذا الأمر على المغفلين وعلى الأغبياء وعلى الجهال فيلتزمون ويرضون بالذل والهوان والانحطاط وهذا موجود في كل سمان كيف تقبل بمثل هذا وبأن تسكت على الفساد والإفساد والظلم والقبح والانحطاط يقول وجلس العزاء وحلف الجندة والرعاية وضبط بدر الدين لؤلؤ وضبط بدر الدين لؤلؤ المملكة من التزلزل والتغير مع صغر السلطان وكثرة الطامعين في الملك فإنه كان معه في البلد أعمام أبيه وكان عمه عماد الدين زنكي ابن أرسلان شاه بولايته وهي قلعة عقر الحميدية يحدث نفسه بالملك هذا عماد الدين زنكي عم هذا الصبي نور الدين كان يحدث نفسه بالملك لا يشك في أن الملك يصير إليه بعد أخيه القاهر لكنه لم يصل إليه الملك ترجمة نانسي قنقر